اقتصادية اقليمية مشتركة بحد الجانب الاردني والعراقي سبل الحد من التبعات الاقتصادية التي عصفت بالمنطقة منذ دخول جائحة كورونا حتى العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة نرى ان العراق والاردن يمثلان معا نواة اي تكاملية اقتصادية اقليمية لكن مع الفرصة تأتي المسئولية مسئولية العمل على اشتراح الحلول ميسرة لانسياب اسلس لاستلع بين بلدين وتبسيط الاجراءات وكافة المتطلبات التي من شأنها تسهيل حركة التبادل التجاري وكذلك تسهيل حركة رجال الاعمال بين البلدين بدوره اكد وكيل وزارة التجارة العراقية ضرورة استثمار العلاقات العميقة بين البلدين في مزيد من النشاط والتعاون والشراكة في مختلف القطاعات الاقتصادية وتبادل الخبرات بهدف رفع عجلة التقدم والنمو المشترك العمل على المرحلة الحالية والمقبلة ان تشهد مزيدا من النشاط والتعاون والشراكة في جميع المجالات والقطاعات المختلفة منها التجارية والاقتصادية والصناعية والزراعية كذلك الصحة والتعليم والاستثمار والمالية والمصرفية والطاقة والتخطيط وتبادل الخبرات في جميع المجالات والقطاعات والتي من شأنها ان تسهم في دفع عجلة التقدم بين البلدين وستبحث الاجتماعات عبر لجان فرعية العديد من القضايا الصناعية والتجارية والاستثمارية والمشروعات المتوسطة والصغيرة خالد كبيرات تلفزيو الأردني عمال